مشاهدين الكرام في كل مكان برحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب في كل مرة نرد فيها على الدكتور منقذ السقار يطلع علينا فيديو وأنا أتحداك ونعمل منظرة وإن كنت مش عارف إيه تقبل وأنا عارف إن انت مش هتقبل ويملأ الدنيا صياح وضقيق مثل الفيديو الأخير اللي هورل حضراتكم منه لقطة الآن تشوفوه هو بيقول هذا الكلام خليني اسمع فيديو الدكتور منقذ وهارجع أرد عليه فيه لمن عشر مرات أتحدى دكتور في اللاهود وتحداه يتخصصه في العهد القديم القس أشرف عزمي هو مش راضي يناظرني ويتهرب من مناظرتي لأن صلي سنتين ونأنتظره تحداك والله ما هتقدر والله ما هتوافق أهو دايما يملأ الدنيا صياح وضقيق بهذا الأمر يعني الأمر ده مع أي حد بيرد عليه ومع أي حد يعني بيرد على الفيديوهات بتاعته أتحداك وماشا أتحداك والكلام اللي هو بيقوله ده طبعا أنا من على هذا المنبر هرد على الدكتور منقذ كويس أول حاجة دكتور منقذ أنا ليه برفض المناظرات لأن المناظرات بالمفهوم بتاعنا الشرق أوسطي ما هي إلا تسلية ليس الغرض منها الحق وليس الغرض منها معرفة الحق فسواء المشاهدين اللي من ناحيتي والمشاهدين اللي من ناحيتك كويس اللي بيتفرجوا على المحاضرات ليس غرضهم الأول هو معرفة الحقيقة بل غرضهم الأول هو إنترتينمنت تسلية جايبين كده اتنين ديوك بيخبطوا في بعض وهم بيتفرجوا عليها فليس الغرض منها أبدا المعرفة لأجل هذا أنا أرفض النزال إلى هذا المستوى كويس فسواء المشاهدين اللي من ناحيتي لأن المناظرات بهذا المفهوم هي مجرد تسلية تاني حاجة يا دكتور منكز هذه المناظرات ما بتجيبش نتيجة ما لهاش أي فائدة أنا كل المناظرات اللي شفتها ما لهاش نتيجة فأنا ليه أعمل حاجة وضيع فيها وقتي ما لهاش أي نتيجة ما لهاش أي فائدة وكل البروباجندا بتاعتكو كل البروباجندا الإسلامية أنا ما فيش مناظرة سمعتها ليك أو لغيرك من الإسلاميين إلا وقال انتصرنا انتصرنا حتى لو كان مطحون في المناظرة كويس لكن يدعي كذبا يدعي كذبا غير ذلك حاجة تالتة دكتور منكز والمهمة مناظراتك انت بالأخص انت أكثر واحد غير أكاديمي في المناظرات معظم اقتباساتك اقتباسات مضروبة اللي بتجيبها في المناظرات معظم اقتباساتك حتى من الكتب المسيحية هي اقتباسات مشوهة وطبعا المناظر ليك اللي بيبقى مقابلك ما عندوش الوقت انه يرجع لهذه المراجع ويبحث وراك لكن احنا اكتشفنا الاخ وحيد اكتشف في أكثر من حلقة وأنا ايضا اكتشفت في أكثر من حلقة انه معظم اقتباساتك من المراجع مزيفة ومضروبة وبالتالي في وقت المناظرة محدش بيبقى عنده الوقت انه يرجع ويقولك لا الاقتباس ده غلط الاقتباس ده اساسا ما كانش كذا 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 فانت يا دكتور مونكز في مناظراتك بتغش وبتجذب وغير اكاديمي وغير امين من الناحية الاكاديمية فالواحد لا يتنازل الى هذا المستوى او لا ينزل الى هذا المستوى طبعا الدكتور مونكز هيعمل ايه بقى هياخد الفيديو بتاعي ده وهيعمل الدنيا ايضا ضقيق وصياح الدكتور اشرف يرفض المناظرة يخاف من المناظرة وابلما تقولي الكلام ده دكتور مونكز انا هقولك قصة اتمنى انه مغزاها يوصلك ويوصل للمشاهدين بتوعك في مرة يحكى ان اسدا لقى ذئبا فقال له الذئب قتلني تعالى نتقاتل فقال له الاسد انما انت ذئب ولست بكفء لي ولا بنظير وبعدين متى فعلت الذي تدعوني اليه لو انا قتلتك كويس وقتلتك قيل ان الاسد قتل ذئبا وليس هذا محط فخر لي وان نلت مني شيئا كويس كان ذلك سبتا علي يعني لو انت عورتني او اصبتني هيبقى طول عمر دوا سبتا علي فقال له الذئب ان لم تفعل وتقاتلني فسوف اذهب الى السباع واعلمهم انك جبنت عن قتالي ان انت جبان ولم تقبل قتالي فقال له الاسد احتمالي كذبك ايسر علي من ان يلطخ شاربي بدعمك انا مستعد احتمل كذبك بس لن انزل الى المستوى ويلطخ شاربي بدعمي عش كده دكتور منقذ انت لك المنبر بتاعك اللي بتقول عليك كل اللي انت بتقوله وانا ليه المنبر بتاعي اللي بقول علي في ردودي الكافية ما اقوله من ردود للمشاهدين ولكي ما اكشف كذب ادعائك على الايمان المسيحي طيب نرجع الى موضوعنا الاساسي وحلقة هذا الاسبوع هل قال المسيح ان صلبه وموته هو لفداء الانسان هل المسيح قال هذا كلام هل فعل ان نستطيع عندما نقرأ الاناجيل الاربعة وعندما نقرأ العهد الجديد نربط ما بين موت المسيح وفداء المسيح وانا المسيح فدانا بموته على الصليب هل يمكننا ان نفهم هذا من كلام المسيح ولا الصليب مجرد حادث عابر في حياة المسيح او خلينا اقول او ولا الصليب ممكن يكون ما حصلش زي ما الاخوة المسلمين بيدعوا ان الصليب لم يحدث وبهذا تبقى قصة الصليب كلها قصة مجزوبة وانه لا يوجد شيء اسمه فداء ولا يوجد شيء اسمه اهمية سفك الدم وسفك دم يسوع من اجل فداء الانسان هل قال المسيح ان صلبه وموته هو لفداء الانسان في فارق كبير جدا ما بين المسيحية والديانات الاخرى وانا لا اقارن بين المسيحية والديانات الاخرى لكن انا اظهر بس فرقا واحدا مهما كل الديانات الاخرى اسلام بوزية الكنفوشيسية غير كل الديانات العالم تبنى وتؤسس على تعاليم مؤسسها تعاليم مؤسسة يعني البوزية تبنى على بوزة كل تعاليم بوزة وكذلك الكنفوشيسية وكذلك الياب تبنى كلها والاسلام يبنى على تعاليم رسول الاسلام بايس هذه التعاليم التي لم نعرف عنها شيئا طيلت مئتين سنة حتى حتى كتب البخاري وغيره الروايات الاسلامية جايز فكل الديانات تبنى على تعاليم مؤسسة إلا المسيحية إلا المسيحية فمع أهمية تعاليم المسيح وإن ما قاله يسوع لم يقله ولن يقوله أحد غيره في كل التاريخ البشري لكن المسيحية مركزها صليب المسيح تبنى وتؤسس على عمل يسوع المسيح صلبه وموته وقيامته من بين الأموت ده الفارق الكبير ما بين الديانات الأخرى وما بين المسيحية عش كده الصليب يعتبر مركز بل مركزية الإيمان المسيحي هو صليب المسيح ولا عجبا ولا عجبا أن الشيطان نفسه يطعن في صلب المسيح مستخدما كل الوسائل الممكنة من كذب وخداع وتضليل لكي ما يطعن في مصداقية صلب المسيح طيب أجي إلى نقطة مهمة أسئلة مرتبطة بموت المسيح والأسئلة دي أسئلة مشروعة بيتراحها البعض ولها كل الاحترام وكل التقدير طبعا وبينجاوب عليها وجاوبنا عليها وهناستمر نجاوب عليها إلى أن يعني يأتي الرب في مجيء والتاني هل كان من الممكن أن الله يخفر خطية الإنسان بأي أمر آخر غير موت المسيح على الصليب هل ممكن أليس الله الذي نعبده كلي القدرة يقدر على غفران خطية الإنسان بأي طريقة أخرى بعيدة عن موت المسيح وصلبه للسؤال هل صلب المسيح وموته ضرورة مطلقة absolute necessity زي ما نسميها إنها فعلا ضرورة مطلقة لا يمكن أبدا للإنسان أن يستغنى عنها إن أراد أن يخلص ويكون له حياة أبدية دي نقطة مهمة نجاوب عليها سؤالي التالت ماذا حقك صلب المسيح ماذا حقك إلحققوا صلب وموت المسيح من ألفين سنة للخطات اليوم إلحققوا زي ما واحد قالك من ألفين سنة الإنسان بيعمل خطية ولحد النهاردة الإنسان بيعمل خطية فماذا حقك موت المسيح على الصليب من أجل الخطاة سؤال الرابعة هل يمكن أن نقول بكل تأكيد أن المسيح أخذ مكاننا على الصليب وأنه حمل عنا غضب الله وديننته على الخطيئة إيه اللي دي نتأكيد على كده إيه اللي يخلي هذا الحق حق إيه اللي يخلي هذا الإدعاء حقيقة أن المسيح أخذ مكاننا على الصليب ومات نيابة عنا كيف للإنسان السؤال الأخير كيف للإنسان في القديم قبل مجيء المسيح نال الغفران والخلاص إزاي الناس اللي في العهد الأديم نالت الغفران والخلاص والمسيح لم يكن قد أتى بعد على أي أساس يتبرر الإنسان أمام الله على أي أساس هل يتبرر الإنسان على أساس أعماله هل يتبرر الإنسان على أساس آخر أم يتبرر الإنسان على أساس التوبة أنه يا ربنا بعترب بخطيتي سمحني ورب يقوله سمحتك روح على أي أساس يتبرر الإنسان وعلى أي أساس يجد الإنسان قبولا أمام الله هذه الأسئلة زي ما يقول هي أسئلة مهمة ومشروعة ونحن نتحدث عن صلب وفداء المسيح طيب أحد الإخوة طبعا وهو من الإخوة المسلمين والذي يتبع نفس الفكر ونفس المدرسة يلقي محاضرة على الطالبات ويؤكد في هذه المحاضرة أن العهد الجديد يخلو يخلو من حقيقة أن المسيح مات فداءا عن الإنسان خلينا نسمع الفيديو دا ونرجع نعلق عليه نصوص الأناجيل ما فيها هذا المفهوم دي روبالكو الأناجيل ما فيها هذا المفهوم أن المسيح قتل حتى يكفر لا يمكن فقط في إنجيل يوحنى نعم في إنجيل يوحنى ورسائل بولس وإحنا قلنا إنجيل يوحنى ورسائل بولس هذه الكاتب إلها إيش ماله كاتب واحد تماما ما في خلاف على ذلك أنا بقالي كام سنة يا طويل العمر أنا بقالي تمانية وثلاثين سنة لا تمانية وثلاثين سنة مش هكبر نفسي يعني بدرس لهوت كويس ودرست لهوت لما يعني شبعت وأريد في كل المراجع اللي ممكن يتخيلها حد بس أول مرة أعرف إنه كاتب إنجيل يوحنى هو هو نفسه كاتب رسائل بولس دي نظرية جديدة كويس واحتمال يطلع يقول لنا إنه كاتب إنجيل يوحنى هو نفسه كاتب رسائل بولس هو نفسه كاتب سفر المزامير مثلا يعني نظرية هو طبعا وهي دي مشكلة المسلم محدش بيراجع وراه هو بيقول اللي عايز يقوله هو قاعد في الفصل بتاعه في أمان كويس فيقول اللي عايز يقوله للطالبات بتوعه إنه العهد الجديد الأنجيل تخلو من مفهوم الفداء بموت المسيح طيب عندنا رد ولا ما عندناش رد هل يمكن فعلا إنه يكون كلامه صح وإحنا غلط طيب خليه نشوف خليه نشوف تعالوا نمسك لأنا جيل كده شوية بشوية واحد واحد ونبص لبعض الآيات اللي أعتقد في إيماني أنا الشخصي إنه هذا المعلم المدرس مع كل التقدير والاحترام لي هو لم يقرأ الأنجيل هو عنده كتاب تيكست بوك كده بيستخدمه بيهاجم فيه الإيمان المسيح بس ده مرجعه إنما مرجعش الأنجيل ما أرهاش عشان يعرف اللي هو بيسمعه أو بيراه في الكتب بتاعته دي يعرف إذا كان صح ولا ماذا قال الملاك عند ميلاد المسيح لما قال فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع الجزء الأخير ده نعمل فيه إيه نرمي الجزء الأخير ده نرمي احنا لسه لسه في ميلاد المسيح نعمل فيه إيه فصاره إزاي ده فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع ليه لأنه يخل الشعب من خطياهم أه هو الإنسان محتاج أنه يتخلص من خطياه ده إزاي هخل الشعب من خطياهم إزاي كيف كانت تخفر الخطايا في العهد القديم كيف كانت تخفر الخطايا في العهد القديم ما هي الطريقة التي أعدها الرب للإنسان لكيما تخفر خطايا في العهد القديم كان بيعمل إيه الإنسان الخاطئ طبعا حضرتك ما تعرفش العهد القديم يمكن كمان ما تعرفش إنه كان لازم يقدم زبيح وما تعرفش حتى شروط الزبيح وما تعرفش حاجة عن يوم الكفارة العظيم ما تعرفش حاجة عن الزبائح في العهد القديم كلها ولا الزبائح اللي بتقدم صباحا نيابة عن الشعب ولا الزبائح اللي بتقدم مساء ولا الزبائح اللي بتقدم كل يوم سبت ما فيش كيف كانت تخفر وكيف ليسوع المسيح أن يخلص شعبه من خدايا هيخترع سلوب جديد هيخترع طريقة جديدة ولا هيعمل ايه جاوبنا احتمال يكون عندك الإجابة أنت والدكتور منقذ سقار احتمال يجد تفسير لهذه الآية الصعبة وبعدين في يحنى واحد هتقول لي طبعا يحنى مش كتبه يحنى ده كتبه واحد كتب نفس رسائل بوليس لما يحنى المعمدان رأى يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيط العالم كان بيصدي كان بيصدي بالكلام ده حمل الله يرفع خطيط العالم وكيف الحمل أن يرفع الخطيط جاوبني لو عندك إجابة احترم العقل ورد على هذه الأسئلة يعني إيه هو ذا حمل الله إشارة لإيه إشارة لإيه هل بيشير إلى الحمل اللي كان بيذبح اللي كان بيأتي بالإنسان الخاطي عشان يغفر تغفر خطيط هل بيشير إلى خروف الفصح اللي كان بيذبح واللي كان رمز اللي خلاص اللي خلاص الله لشعبه من الملاك المهلك في أرض مصر يعني إيه هو ذا حمل الله وبعدين إيه اللي ربط حمل الله برفع الخطايا هو ذا حمل الله الذي يرفع الخطايا هو يمكن يقصد الكلام اللي قالوا أشعياء في 53 زمان 700 سنة قبل المسيح كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا وبعدين إيه معنى كلام رب يسوع نفسه لما بيقول في مرؤس عشرة خمسة واربعين لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين يعني إيه فدية عن كثيرين ويعني إيه يبذل نفسه يعني إيه يبذل نفسه يعني أن المسيح يقول عن نفسه أن يبذل نفسه فدية عن كثيرين هل البذل هنا إشارة إلى سفك الدم وهل الفداء هنا إشارة إلى تحرير الأسرة من الخطيئة والشيطان يعني أنت لما بتيجي تقول لي أن العهد الجديد والأنجيل تخلو تخلو من الفداء بموت المسيح وما الأنجيل فيها إيه وما الأنجيل اللي أنت بتقراها فيها إيه طيب في فيديو آخر بي بياخد بعض الآيات من الأنجيل ومن تعليم المسيح ويقول لك أهو المسيح بينفي 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 الربط ما بين الموت صلب والموت والفداء خلونا نسمع فيديو رقم اثنين ونرجع نعلق عليه لحظوا النص هذا ديروا بالكم نص قوي وصريح في الرد على مين على مفهوم صلب المسيح ولما بنقول على مفهوم صلب المسيح أي اعتقاد النصارى بأن المسيح صلب ليكفر عن خطايا سابقة نعم لحظوا النص اجروه وخلينا نجرىه مع بعضنا ونشوف وين فهم النصارى أو المسيحيين لقضية صلب المسيح وتكفير الخطايا شوفوا معنا يش بقول هذا يقبل خطايا ويأكل معهم فذكر له المسيح توبة الرب على هؤلاء الخطايا الآن لو كانت التوبة لا تتحقق إلا بصلب المسيح لما ذكر المسيح مين هذا النص الموجود عندنا الآن بين دينا أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء لاحظوا كيف هذا رد واضح وصريح يعني المسيحين لو بيخجلوا على حالهم ما يقول أو لا يقول إنسان منهم بصلب المسيح لا يقول إنسان منهم بصلب المسيح ولا يقول إنسان منهم بفلسفة الصلب الموجودة عندهم الآن لاحظوا أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة طيب شفتوا ده 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 عبقرية المسلم عبقرية المسلم عبقرية المسلم عندما يعجز عن تقديم برهان كويس ليؤكد بصدق الرواية الإسلامية عن عدم صلب المسيح كويس فيعمل إيه فيروح يطعن في الصلب من الأنجيل عبقرية يعني يعني بصراحة فزة أمر يعني يفوق التخيل أنا بسميها دي الفهلوة ده ده فهلوة ده 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 يعني واحد بيروح للنص الكتابي ويروح واخد آية منه وطير بيها مسيح بيتكلم عن إيه هنا تكلم عن مثل الإبن الضال ومثل الإبن الضال موجود في لؤة 15 ولؤة نفسه اللي تكلم فيه عن مثل الإبن الضال في لؤة 15 هو نفسه لؤة اللي مخصص لنا أصحاحات مطولة لسرد صلب المسيح هو طبعا مش هيروح للأصحاحات دي هو يروح للؤة 15 لأنه فيه آية هو فسرها بطريقة زكية كايز الآية اللي فسرها بطريقة زكية أولا كاي أن المسيح قال أنه لم يأتي ليدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة بما أن المسيح لم يأتي ليدعو أبرارا فكان هناك أبرار أبرار كان هناك أبرار وبما أنه هناك كان فيه فئة من الأبرار وفيه فئة من الخطاط فلما فيش حاجة اسمها أن الإنسان ساقط وهالك بالطبيعة زكية بصراحة حركة زكاء أنا بصراحة منبهر من الزكاء الموجود طيب ناخد الأخت في ريال ونرجع نعلق على الفيديو أخت في ريال ألو ألو أخت في ريال ممكن توطي التلفزيون شوية طيب موجودة معنا ولا طيب طيب فده ده شخص بصراحة زكي زكي جدا أسكخ ويقول لك أنه على المسيحين أن يخجلوا يخجلوا يعني نقطة الفخر بتاعتنا حاشة لي أن أفتخر إلا بصليب الربنا يسوع المسيح أنا المفروض أخجل ليه لأنه أنا إزاي أفسر موت المسيح صلب المسيح وموته على أنه في ده كبيس أقول إيه ماذا أقول وأرد على هذا الكلام الجميل عنديش حاجة بصراحة المسيح بتكلم هنا عن رفض اليهود له من أنه بيعود مع الخطاوي يكلم معاهم واليهود دول كانوا يظنوا في أنفسهم أنهم أبرار كتب الفرسين كانوا يظنوا أنهم أبرار ولأنهم أبرار فلا ينبغي فلا ينبغي أن يجلسوا مع الخطاة العشرين والخطاة ويكلموا معاهم رب يسوع بيقولهم أنا أنا مش جاي علشان اللي بيظنوا في أنفسهم أنهم أبرار أنا مش جاي عشان دول أي شخص بيظن في نفسه أنه بار لأنه ليس بار ولا واحد الجميع زاغ وفسد ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد مزمور 53 ومزمور 14 وموجودة في العهد الأديم هذه الحقيقة بكل وضوح كما وضحتها الإسبوع الماضي لكن من يظن في نفسه أنه بار أنا لم آتي لكي أدعو أبرارا يظنون أنهم أبرار أنا أتيت للإنسان الذي يشعر بعدم استحقاقه وأنه خاطي هذا هو الذي تفرح به السماء لكن مش بين في الصلب لأنه زي ما قلت لو أنفسه اللي ذكر هذا المثل في يوحنى 15 هو نفسه الذي سجل لنا في أصححات مطولة صلب المسيح وموت طيب حاجة أخرى نص آخر نص بصراحة جبار النص دو في الفيديو اللي جاي الفيديو رقم أربعة فيديو رقم أربعة هو جاب لنا نص صعب قوي نص صعب وقال لنا شوفوا أهو ده بينفي الصلب والفداء ينفي فكرة الفداء كلها فخلونا نشوف فيديو رقم أربعة ونرجع نعلى عليه لأنني لم أتي لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة إذن المسيح هنا يتكلم عن مين عن رسالته ويؤكد بأن هناك أبرار إيش يعني أبرار يعني لا خطيئة لهم إذن هو الآن بيقول أنا جاي لأدعو مين لا لأدعو الأبرار وإنما لأدعو الخطاء إذن في صنف من الناس أبرار وفي صنف آخر خطاء عصاء والمسيح يؤكد أنه جاء للعصاء إذن وجود أبرار بينفي وينسف مفهوم مين توريث اللي هو إيه آدم خطيطه لمين لأبنائه من بعده لو كان الناس كلهم خطاء لما ذكر المسيح هذه التصنيفة لمين لهو الناس طبعا اقتنعته اقتنعته بكلامكم كله كلامه كله ومفروض أنه احنا نخجل إزاي نقول أن المسيح مات من أجل الخطاء أنا أخذ الفيديو اللي بعد كده لأنه مرتبط به عشان فكرة واحدة مرتبط بالفيديو الأولاني ده وهوريكم النص اللي هو جابه عشان يخجلنا فضلا أن الخطيئة تكفر من خلال التوبة التوبة المعروفة لدينا جميعا دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم لأن لمثل هؤلاء ملكوته الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوته الله مثل ولد فلن يدخله طبعا هذا بالنسبة له اللي هو الأولاد وحديث المسيح عن الأولاد بأنهم لا خطيئة لهم الأولاد الصغار ما يلهم أي خطيئة فالمسيح يتحدث عن هؤلاء الأولاد وبراءتهم من الخطيئة طيب كيف أنت يا نصارة بتقولوا أنه من بعد آدم ما فيش واحد من أبناء وإلا وورث هذه الخطيئة وإن هذا الكلام مع مين مع كلام المسيح الذي يتحدث فيه عن الأولاد الصغار الأبرياء الذين إيه لا خطيئة لهم على الإطلاق طيب فاقتك فعلا أغلى وأهم من الرد عليه وما تشهد عنه أن المسيح له كل المجد هو أرقى وأسمى وأطهر مما هو يشهد عنه ويؤمن به منقذ الصغار لكن صدق في كل مناظراته صدق بشيء آخر لما الراد يحشر اسم محمد في الكتاب المقدس وقال عنه إله هذا الدهر هو ما عرف إله هذا الدهر هو الشيطان لأن عندهم حول روحي وعمى روحي وحول فكري وهذا أبو الأريف الأسبوع الماضي اللي قال عقيدة الصلب والفداء هي عقيدة محرفة اخترعها بولس الرسول وهم اليهود اللي حرضوا بولس على الإيمان المسيحي ليفسد الإيمان المسيحي يا أخ أشرف لش أنت ما تعرف هما عملوا نظرية المؤامرة على الرسول بولس هما الصهاينة اللي يتآمرون فهيما هذا اللي بعقلم كل شيء اليهود يحشرون بالنص ونظرية المؤامرة هما ما عرفوا أنه بولس الرسول هو كان إرهابي لكن لما ظهر له رب المجد المسيح له كل المجد بعد ما قام من القيامة طبعا ظهر لبولس وحولوا من إرهابي إلى بولس الرسول ويا ما بولس الرسول رادوا يقتلوه اليهود يعملون به يعني ما مشاكل لكن الرب هو خلصه فعندهم هذه المشكلة نظرية المؤامرة والعمى الروحي لأن إلى هذا الدهر أعمى عيونهم بعدين الرب يسوع المسيح له كل المشقال بفمه الطاهر هناك بابين باب الضيق اللي هو أكرب باب الضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذي يجدونه اللي يدبع المسيح أما الباب الواسع فهو باب رحب واللي يؤدي إلى الهلاك فهم يدبعون الباب الواسع فلهذا ما عندهم إيمان ما عندهم إلهم لا قدوس ولا طار ولا بر ولا يستطيع أن ينظر إلى الخطية يكره الخطية لكن يحب الخاطئ فيرشوه بشوية أعمال حسنات وسيئات ويلا هو يفتح الميزان ويقرر منه اللي يروح على الجهنم ومنه اللي يروح على الجنة وبالأخير كل رايحين للجهنم لأنهم تابعين الشيطان ونصلي أنه يعرفون الحق الرب يسوع المسيح والحق يحررهم وينالون الخلاص أشكرك أخ أشرف الرب يباركك وصلاة يومياً إليك شكراً لك يحفظك ويخليك بالناس عاد دايماً بيسمع صوتك طيب دعوا الأولاد يأتون إلي لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات وبالتالي بالتالي ما فيش حاجة اسمها أن الإنسان ساقط وأن لازم الإنسان يتبرر من خطيته وأن البشرية كلها فاسدة ما فيش هذا الكلام نحن كمسيحيين نؤمن أن الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد لكن أنا نؤمن في نفس الوقت أن كل إنسان بيولد له فرصة له فرصة أن يعرف يسوع المسيح المخلص الشخصي لحياته كل إنسان ربنا أو جدو له عقل مفكر يستطيع به أن يدرك ما صنعه يسوع المسيح من أجله أما الطفل الصغير وإن ولد في العالم الشرير وإن ولد هذا الطفل بالخطية إلا أنه إذا مات في خطيته أو مات قبل أن يدرك ما فعله المسيح من أجله فهو في سن عدم الإدراك هو طفل طفل لا يحاسب لأنه لا يستطيع أن يأخذ قرارا عاقلا مدروسا شخصيا لحياته فهو طفل لكن هناك مرحلة بتنتهي فيها هذه البراءة براءة الأطفال ويصل الإنسان إلى مرحلة الإدراك والوعي هنا هنا يصير الإنسان أمام مسؤولية إما أن يقبل يسوع المسيح فيكون له حياة أو يرفض يسوع المسيح فيكون له هلاك لكن ليس هذا معناه أن المسيح لم يمت من أجل خطية الإنسان هذه الآية لا تتحدث عن هذا الأمر نهائي كل طفل يولد قبل أن يصل إلى سن الإدراك إذا مات قبل وصوله إلى سن الإدراك فهو له حياة الأبدية لأنه لم يستطع أن يأخذ قرارا باتباع المسيح أو برفض المسيح لكن عندما يصل إلى سن الإدراك وده سن مختلف ما بين يعني كل طفل وآخر الله وحده هو اللي يعلمه كويس عندما يصل إلى سن الإدراك يكون مسؤولا أمام الله وتطبق عليه الآية أنت بلا عزر أيها الإنسان فهمت فهمت يا مولانا ليعطيك الرب فهمت تبرجع بقى إلى كلمات المسيح المسيح لم يعلم عن الفداء ولم يعلم عن أنه لابد أن يموت لكي ما يفدي الإنسان بجد ممكن تفسر للآية دي وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إعلاقة الحية في البرية ورفعها برفع ابن الإنسان يا ترى تعرف تعرف أنه شعب إسرائيل زمان لما أخطأ وتمرد وعصى رب أدانهم بأن أرسل لهم حيات فكانت هذه الحيات تلدغهم فيموت فصرخوا إلى رب فرب قال له اصنع حية من النحاس وارفعها على الراية على راية عالية كل من لدغته الحية ونظر إلى هذه الحية يشفى فرب يسوع بقول كما رفعت الحية قديما كويس هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان يرفع هتقولي بقى بزكاءك يرفع معناها أن الله يرفعه لا 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 يرفع معناها أنه يرفع على الصليب يرفع معناها أنه يصلب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه الحياة الأبدية بمعنى أنه كل من يؤمن بالمسيح يسوع مصلوبا من أجل خطايا يكون له حياة أبدية المسيح لم يعلم عن الصلب والفداء بجد فإحنا نشتب على دي آه دي هي موجودة فين موجودة في يحنى بما أنها موجودة في يحنى فكاتب يحنى وكاتب الرسائل بتاعت بوليس واحد دا ما نعتدش به أي أخرى برضو يحنى شكلتنا مع يحنى كبيرة وأنا يقول الرب يسوع وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموت يعني هنا ارتفعت عن الأرض مرتبطا بموته والذي هو أي ميتة كان مزمعا أن يموت والمسيح مات بالصلب آه صح أنا نسيت معلش أنت بتقول لي أن يحنى ما ينفعش أخذ من يحنى لأنه كاتب يحنى والرسائل واحد هذه آية أخرى ضاعت طيب أجيب لك واحدة بعيد عن يحنى يقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذ أنه ينبغي أن يذهب إلى أرشليم الجزء اللي بعد كده مهم جدا ده من أول هنا لحد الآخر هو آل لتلاميذه ينبغي مصد فيها الحتمية حتمية زي ما كلمنا عن الأسئلة التي ترحناها بتسميها Absolute Necessity ضرورة مطلقة أن يذهب يسوع إلى أرشليم مش للفصحة لا 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 مش للفصحة ولا للتعليم أن يروح يعلم في المجامع هناك لا 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 ينبغي أن يذهب إلى أرشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وهذه الألام تقود إلى موت يقتل وفي اليوم الثالث يقوم طب ليه 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 للمسيح قال هذه الكلمات وليه المسيح لكل المجد عارف اللي هيحصل عارف أنه في أرشليم عارف أنه هيتألم عارف أنه هيقتل وعارف أنه هيقوم في اليوم الثالث ليه ليه ده كله حضرتك ما سألتش نفسك ليه يمكن يمكن مات كاتب مجهول ما نعرفه و ده سول يهود أيضا في الكنيسة زي ما ده السبوليس علشان يعلم عن الفداء والموت المسيح وارتباطه بالفداء يمكن نحن بنا نسمع نظريات جديدة كل يوم بصراحة العالم الإسلامي بهرنا بالنظريات الجديدة ليس في الطب ولا الهندسة ولا الفيزياء ولا الكيميا ولا أي حاجة إنما نظريات بس على مزاجه هو أشهر الكتب في العالم الإسلامي وفي الأزهر هي نظريات سوريا يعني الزورات اللي بياخد لدكتوراه الفساء والكلام الهايف الفاضي ده ده اللي احنا شاطرين فيه وأكبر شيوخ الإسلام لما بيحب يتعالج يروح للغرب ما دي النظريات اللي احنا شاطرين فيها كيف تخترع نظرية جديدة حاجة أخرى ماتة 16 برضو ماتة معلش احنا سيبنا يوحنا نروح بقى الماتة شوية من ذلك الوقت ابتدى يسوع يذل لي تلاميذ وانا ينبغي أن يزل قبل الشرين ويتقلم كثيرا ماتة 16 ماتة 17 وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس يسلم يعني في حد هيسلمه يعرف التفاصيل جيدا يسلم إلى أيدي الناس فيعملوا إيه يقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا طب هو ليه ليه المسيح فخور قوي فخور قوي وبيتكلم مرات ومرات ومرات عن الموضوع ده يعني يعني إيه سر سر اعتزاز المسيح أو سر حديث المسيح المتكرر عن يسلم يتألم يقتل وفي اليوم الثالث يقوم إيه السر أجاوبنا ممكن حضرتك تعرف أكتر مننا أو الدكتور منقز ممكن يجاوبنا طيب متى 22 وفيما كان يسوع صعيدا وفيما كان يسوع صعيدا إلى أرشليم أخذ الاثن عشر تلميزة على انفراد في الطريق وقال لهم نحن صاعدون إلى أرشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم تفاصيل أخرى في كل مرة كان رب يسوع يعطي تفاصيل دقيقة يسلم وبعدين الكتبة والفرسين يحكمون عليه وبعدين رؤساء أو يحكمون عليه ويسلمون إلى الأمم الرومان لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم طيب ايه رأيك في مرقوس يمكن مرقوس يعجبك شوية هتقول لي مرقوس عصلي برضو مش من تلميذ المسيح ده دخيل على المسيحية ماشي وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم ماذا عن أن نحن صعدون إلى شليم مرة تاني في مرقوس وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزأون به ويجلدونه ويقتلونه ويدفلون عليه ويقتلونه في اليوم الثالث يقوم طب يمكن ده كله مش مقنع انت تقول لي كل الآيات دي لا مش ها مش مقتنع بيها ده مش معناه أنه المسيح يموت فداءا عن الناس مع أنه المسيح بيتكلم مراته ومراته عن موته وعارف إيه اللي هيحصل ومتى وأين ومع من لو 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 أنا وإنت عارفنا إنه في اليوم الفلاني لو عارفنا يعني في اليوم الفلاني إذا رحت الحطة الفلانية هيتم القبض عليك وتسلم للحكام فيحكمون عليك ويقتلونك تعمل إيه تروح ولا ما تروحش طبيعة البشرية تقول إيه ما روحش أنا روح ليه كويس لو أنت عارف عايش في الصعيد وعارف إنه بيت أبو فلان مستخب ليك في الدرة اليوم الفلاني الساعة الفلانية هتمشي في الطريدة مش هتمشي المسيح عارف كل ده وثبت وجهه منطلق النحو الشريب ليه لأنه الغاية التي أتى من أجلها هي دي هي الصلب هي الموت هي الفداء فالصليب والموت لم يكن حدثا عابرا في حياة المسيح بل حادث ديزاين مصمم ومن أجله أتى المسيح إلى أرضنا طيب إيه رأيك في العشاء الرباني إيه رأيك حضرتك في العشاء الرباني هل العشاء الرباني ممكن ناخد منه دليل ربط موت المسيح صلبه موته بالفداء إيه رأيك يعني هل هل كده حضرتك مع الدكتور منقز تدينا رأي في الموضوع ده كبايس تقول لنا هل يمكن أن نربط ما بين كلام المسيح في العشاء الرباني بين صلبه وموته وفداءه نيابة عن البشر ما مشكلة العشاء الرباني بنسبة لك أنه مذكور في الأربع رجيل يعني يعني هتطعن في إنجيل يوحنى هتلاقيه في إنجيل اللي قابله إنجيل هتطعن في إنجيل هتلاقيه في إنجيل مرقص هتطعن في إنجيل مرقص هتهرب من إن أين أهرب وأين المفر كويس والعشاء الرباني تكلم عنه بولس بس بولس مختارعهوش ده بيقول إن أنا سلمتكم ما قد تسلمت من الرب أن الرب في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبدا وشكر وكسر شوف هنا مثلا في لؤ وأخذ خبزا وشكر وكسر وقال وعطاهم قالين هذا هو جسدي قالوا ولك هذا هو جسدي الذي يبزل عنكم يعني كلام ده يعني يا أسكى إخوات قل لي يعني إيه لنت بتنفي صلب المسيح وإن المسيح ولا أن جيل لم تذكر شيئا عن الفداء وأن هدي فكرة وثنية يعني هذا هو جسدي الذي يبزل عنكم كيف يبزل وبأي طريقة يبزل وكيف لجسد المسيح عندما يبزل يبزل عننا وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي يعني يعني العهد الجديد بدمي أليس هذا معناه حتمية سفك دم المسيح أليس هذا معناه حتمية سفك دم المسيح الذي يسفك عنكم يعني عنكم معنكم دي تعني أنه المفروض أنه تموت ويسفك دمكم لكن دمي يسفك عنكم من أجلكم نيابة عنكم يعني إيه كلام دا أليس هذا معناه أن موت المسيح هو لفداء الإنسان ماذا عن مرء سربعتاشر وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منه كلهم وقال لهم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين يبزل نفس فدية عن كثيرين وهنا يبزأ أو يسفك من أجل كثيرين يعني يسفك أليس هذا يعني حتمية أن يسفك دم المسيح وفيما وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وقسر دف مت ست عشرين وعط تلميز وقال خذوا كله هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قال اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا دربت ما بين سفك دمه ومغفرة الخطايا لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ده المسيح بيقول كده وبيقول عن دمه بيقول عن دمه كده أليس هذا معناه أن المسيح عندما صلب ومات وسفك دمه سفك من أجل خطايانا نحن كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا نكمل في الحلقات القادمة فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم